ولكن نبدأ مع حضراتكم بواحد من أهم الأخبار هيئة قناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أعلن من دقاي قليلة العثور على جثمان الفني اللي كان مفقود من الأمس من طاقم القاطرة الغارقة فهد تم استخراج جثمان الشهيد شهيد الواجب رئيس ميكانيكي السيد علي محمد موسى صرته أمام حضراتكم شهيد الواجب بكل ما تحمل الكلمة من معنى فريق المسح المعني بالإنقاذ وبانتشال المصابين كان فيه ستة بالأمس تم إخراجهم من القاطرة واليوم بعد مسح القاطرة على عمق 24 متر في قاع قناة السويس قدروا يجدوا أو يتوصلوا إلى جثمان الشهيد السيد موسى في كابينة المعيشة على هذا العمق حقيقة يبدو أنه هو كان لحد آخر لحظة بيبذل كل جهده في محاولة يعني إنقاذ الموقف بعدما استضمت بهم النقلة العملاقة اللي كانت متجهة من سنغافورة راحة لأمريكا اللي هي China Gaz عفواً قاطرة عملاقة حجم كبير جداً جداً استضمت بالقاطرة فهد فطبعاً عمرت فيها الفتحات اللي كانت حصلت وأدى إلى دخول أو تصرب المياه إلى فهد القاطرة فهد فغرقت بالطأم اللي كان عليها اللي هما كانوا سبعة ستة راحوا للمستشفى وكان يتبقى يعني العثور على هذا الشهيد إلى أن تم إعلان يعني استشهاده من دقائق وليلة رحمة الله عليه السيد علي محمد نوسى وهيئة قناة السويس وإحنا كمان بدورنا بنتوجه لأفراد أسرته ولأهله ولأصدقائه ولهيئة قناة السويس والعاملين فيها بيعني العزاء الشديد وحر الكلمات العزاء والمواصل لأنه بالفعل هو شهيد الواجب زي ما قال بين هيئة قناة السويس تم يعني انتشال الجثمان لنش إسعاف بحري تحرك بالجثمان إلى محطة البلاح ومنها إلى المستشفى عشان يعني تبدأ إجراءات الإجراءات المتعلقة بخروج الجثمان من المستشفى وتشيع جثمانه في مصقة رأسه فخالص عزقنا يعني لجميع